هلوكوا خبر في ثلاث ثواني ثلاث ثواني على طول كده وبقى كي أروح لديفة على طول نهار دا النادي الإسماعيلي غرم صالح جمعة مئة ألف جنيه وتم أحالته للتحقيق عشان بيغيب عن المران بدون إذن قبل مباراة حرس الحدود المغن الختامش يا سيد يا مشجع يا جميل يا محترم انت قريت الخبر دا كم مرة عن صالح جمعة في كل الأندير اللي هي فيها أنا بصراحة كان دايما دايما بيبقى عندي شوية تعاطف مع صالح جمعة مع موهبة صالح جمعة مع محاولات مش حقيقية لصالح جمعة انه يرجع تاني يرجع يلعب ويمتعنا ويفيدنا ويفيد منتخب مصر بس اللي زي صالح جمعة أنا شفت زيه كتير هنبدل نقول كلام إنش لا لازم نساعده لازم نقف معاه الأيام اللي فادت دي كانت صعبة رجل خلاص داخل على 30 سنة وإحوة 30 سنة ولمعملش أي حاجة 30 سنة وزي ما هو نفس الكلام نفس الغرامات ونفس المشاكل ونفس التغيبات عن المران ونفس الأزمات هو 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 ما فيش حاجة بتتغير العادي بتاع أي شخص إنه لما بيجبر سنة ورا سنة ورا سنة بينضج بيبدأ يفكر بطريقة معينة بيحس إن العمر بيجري فيه في الكورة عشان العمر في الكورة قليل فأبدأ أركز مفيش بقى خالص فعني غريب والله أنا مش مسأل أنا وانا بقرأ الخبر النهاردة ده بجد ده مستحيل يعني لزي صالح جمعة ده لو التمرين الساعة 10 الصبح أنا هروح من الساعة 6 الصبح لو وزني انتوا عايزين مش عايزين فيه أنا هخليه وزني مثالي لو عايزين نجري 80 كيلو في الملعب أجري أنا عايز أرجع أنا لو مكانه عشان دع مني عمره عالفاضي كتير وأنا اللي أسرت فيه فيأسر تاني لا ما هي بأكيد مفيش فايد بأكيد الإسماعيلي خسران في الصفقة دي بصراحة